بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقات المتجددة من برنامجكم التجويد الميسر تعرفنا في الدرس الماضي على ميم الجمع وتعرفنا كذلك على الحروف التي تأتي بعدها فميم الجمع كما تذكرون هي الميم الدالة على جمع الذكور إما حقيقة أو تنزيل ودائما تأتي بعد حروف معينة كالكاف والتاء والهمزة والهاء في هذه الحلقة المباركة بإذن الله سبحانه وتعالى سنتعرف على أحكام ميم الجمع علما أن الميم الساكنة فيها أحكام عامة وأحكام خاصة فأحكام ميم الجمع هي من قبيل الأحكام الخاصة وإلا الأحكام العامة تعرضنا لها في حلقات سابقة وهي الإدغام أي إدغام الميم الساكنة في ميم مثلها الإخفاء أي إخفاء الميم الساكنة عند الباء والإظهار مع باقي الحروف ولكن مع الهمزة أعزائي المشاهدين لا بد أن نميز بين الميم الدالة على الجماعة وبين الميم الأصلية فالميم الدالة على الجماعة لها أحكام خاصة بالإضافة إلى الأحكام العامة الأولى وهي الإظهار والإدغام والإخفاء الآن الحديث اليوم عن هذه الأحكام الخاصة للميم الدالة على الجماعة إذن موضوع الدرس أحكام ميم الجماعة الجزء الثاني فما هي أهم حالات النطق بميم الجمع متن الدرس قال ابن بري رحمه الله وصل ورش ضم ميم الجمع إذا أتت من قبل همز القطع أعيد هذا البيت قال ابن بري رحمه الله وصل ورش ضم ميم الجمع إذا أتت من قبل همز القطع أحكام ميم الجمع لميم الجمع في رواية ورش عن نافع من طريق الأزرق أربع حالات للنطق بها إذن سنتعرض لحالات النطق بميم الجمع ميم الجمع وهي كالآتي الحالة الأولى أعزاء المشاهدين أن تقع بعد ميم الجمع همزة قطع دا الحديث هنا عن ميم دال على الجماعة بعد هذه الميم دال على الجماعة بعدها ماذا؟ همزة قطعية دا هذه الحالة الأولى أن تقع بعد ميم الجمع همزة قطع ما هو الحكم؟ حيث يضمها ورش ويصلها بواو مدية مشبعة إذن الحكم هنا باختصار هو الضم مع الصلة الكبرى إذن إذا جاء بعد الميم الدال على الجمع جاءت بعدها همزة قطعية أو همز القطع الهمز تذكر وتؤنث دا الحكم هنا هو الضم مع الصلة الكبرى ما مقدار هذه الصلة؟ مقدار مد الإشباع كقولي تعالى هنا من صورة الصافات بسم الله الرحمن الرحيم فاستفتهموا أهم أشد خلقنا من خلقنا وعيد هذه الآية الكريمة من صورة الصافات قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فاستفتهموا أهم أشد خلقنا من خلقنا إذن هنا تلاحظون أعزائي المشاهدين مم دال على الجمع في قوله تعالى فاستفتهم وكذلك في قوله تعالى أهم بعدهما ماذا؟ همزة قطعية إذن كيف يقرأها ورش؟ يقرأها بالضم مع الصلة الكبرى وإلا في قراءة أخرى تبقى على حالها ساكنة ويكون حكمها والإظهار هكذا فاستفتهم أهم أشد خلقا ورش رحمه الله نقل عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القراءة الصحيحة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن الحكم هنا هو الضم مع الصلة الكبرى الحالة الثانية لميم الجمع أن تقع بعدها همزة وصل إذن هنا الحديث عن مم دال على الجماعة جاءت بعدها ماذا؟ همزة وصلية وفرق كبير بين الهمزة القطعية والهمزة الوصلية الهمزة الوصلية للإشارة تثبت في الابتداء وتسقط في درج الكلام إذا قرأ كلام قبل الهمزة الوصلية سقطت وإذا ابتدأنا الكلمة المصدرة والمبدوء بالهمزة الوصلية قرأت كما لو أنها همزة قطعية إذن الحالة هنا ميم دال على الجماعة بعدها همزة وصلية ما هو الحكم؟ حيث تضم أي ميم الجمع تضم بدون صلة إذن يبقى الحكم الثابت هو الضم ولكن هل الضم مع الصلة أو بدون صلة مع الهمزة الوصلية يكون فقط الضم بدون صلة مثل قولوا تعالى هنا في سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَعْدُودَاتِ إذن هنا تلاحظون عليكم الصيام إذن هذه الميم دالة على الجماعة وكلمة الصيام لاش كان الهمزة هنا همزة وصلية فالهمزة الوصلية تكون مطلقا في التعريف الآن سيقرأ كلام قبلها وهذه المزة الوصلية ستسقط ولكن ما هو حكم الميم دالة على الجماعة حكمها هو الضم فقط عليكم الصيام دائما مع حالات النطق بميم الجماعة لنصل إلى الحالة الثالثة الحالة الثالثة أن يليها أي ميم الجمع أن يليها ضمير متصل سيأتي بعد ميم دالة على الجماعة ضمير متصل الحكم هنا حيث يضمها القراء جميعا إذن كل القراء هنا بدون استثناء يضمون من دالة على الجماعة إذا وليها إذا جاء بعدها ضمير متصل ويصلونها بواو لأنها صارت مضمومة هذا بدون خلاف كما هنا في قوله تعالى من صورة هود عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم قال يا قوم أرأيتموا إن كنت على بينة من ربي إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ لاحظونا أعزائي المشاهدين قوله تعالى أَنُلْزِمُكُمُوهَا إذن أَنُلْزِمُكُمُ هادي ميم دال على الجماعة جاء بعدها ضمير اللي هو الهاء ماذا فعل كل القراء ضموها ووصلوها بواو أنُلْزِمُكُمُوهَا هذه هي الحالة الثالثة للميم الدالة على الجماعة الآن الحالة الرابعة والأخيرة للميم الدالة على الجماعة هي أن تخلو ميم الجمع من كل ما سابق بمعنى أن لا ياتي بعدها همز قطع أو همزة وصلية أو ضمير وفي هذه الحالة نرجع إلى القاعدة العامة وهي ماذا أعزائي المشاهدين هي الإظهار إذن فتسكن فتطبق عليها إذن إظهارها وقفا لا شك إذن نرجع إلى الحالات الأولى للأحكام العامة التي هي الإظهار وهو الأصل مع كل الحرف مع جل الحرف والإخفاء عند الباء والإضغام مع الميم إذن هذه الحالة الرابعة والأخيرة أن تخلو ميم الجمع من كل ما سبق فتسكن فتطبق عليها الأحكام العامة حسب الحرف الذي يأتي بعدها مثل ماذا؟ كقولي تعالى هنا من سورة الحجرات بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير إذن هنا تلاحظون قوله تعالى خلقناكم من إذن هنا لشكا طبقنا حكم الإضغام ثم وجعلناكم شعوبا الحكم هنا الإظهار وقوله تعالى إن أكرمكم عند الله دائما الحكم سيكون هو الإظهار إذن إذا لم يأتي بعد الميم بدال على الجامعة همزة قطعية أو وصلية أو ضمير متصل نرجع إلى القواعد العامة لنطبق ماذا؟ الإظهار أو الإضغام مع الميم أو الإخفاء مع الباء تقويم الدرس حالة من حالات النطق بميم الجمع تضم فيها وتوصل بواو مدية ما هي هذه الحالة؟ وما مقدار مد الصلة فيها؟ والآن ننتقل أعزاء المشاهدين إلى الفقرة الختامية المصحف المرتل برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق ويجتمل على الربع الأول من الحزب الخامس والخمسين اتداء من فاتحة صورة المجادلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظهرون منكم من نسائهم إنهم ليقولون منكرون من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكين ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب نليم إن الذين يحدون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهيب يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ما يكون من نجوى ثلاثة الله ورابعهم ولا خمسة الله وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِلِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْ لَا يُعَذِّبُونَ اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمْ يَصْلَوْنَهَا فَبِيسَ الْمَصِيرُ يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ آُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْنَ جَوَاكُمْ صَدَقًا ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرٌ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ أَشْفَقْتُمُوا أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْنَ جَوَاكُمْ صَدَقًا فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاءُ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ